السلام عليكم مرحبا بكم في مطبع هنان اليوم غادي نحضر معكم عصير البنجر او الباربا مع الموز كي يجي رائع جدا عصير منعش عصير صحي ومفيد كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانا مأكدة الي جربتوه غادي يعجبكم بالسف ما تنسوش اعملوا الشراك القناة ديالي واضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي واتبارتجيوه مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائضة هنحتاجوا في المكونات ديال هاد العصير هادا هنحتاجوا حبتين ديال البنجر او الباربا جوج حبات متوسطة الحجم هنحتاجوا ايضا 500 جرام من الموز هنحتاجوا 800 مليل لتر من الحليب السائل هربعات المعالق كبار من سكر ساندة او سكر حبيبات علبة من الياجورت او الزبادي بنكهة الفراولة وغادي نحتاجوا سكر فاني وغادي ندوزو لطريقة تحضير هناخد الخلاط الكهربائي وغادي نضيف لي المكونات ديالي كاملة غادي نضيف اولا البنجر او الباربا كيف قلت لكم جوج حبات او حباتين من البنجر اللي قطعتهم قطاع صغيرة وهاد البنجر او الباربا راح مسلوق من قبل وحيت لي القشور ديالو وغادي نضيف الموز 500 جرام ديال الموز هاد العاصير هادا كيجي رائع جدا عاصير منعش صراحة ايلا جربتوه ما غاديش تنضمه من اجمل العصائر اللي ضقتها انا مأكدة ايلا جربتوه ما غاديش تتسغنوا علي ابدا غادي نضيفه الياغورد او الزبادي بنكهة الفراولة او الفرز هادا حسا هو كيطي وحط طعم رائع جدا لهاد العاصير هادا عاصير مفيد وصحي صافي غادي نضيف الياغورد ديالي كيف كتشوفو هاد العاصير ديال البنجر عاصير مفيد للصحة ديالنا خصوصا الناس اللي مراد بالانيميا يعني مزيال يوم هاد العاصير هادا ديال البنجر غادي نضيف الفاني او الفانيلا ملعقة صغيرة هاد الفاني حسا هو كيطي وحط طعم رائع جدا ممكن الناس اللي ما كيبغيوش ممكن يتسغنوا عليه لكن الطعم ديال هكي يجيزوين بستاف في هاد العاصير غادي نضيف السكر السكر كيبقى حسب الضوق انا ضفت هنا 4 المعالق كبار ممكن نضيفه اكتر ممكن نضيفه اقل حسب الضوق اللي بغيتوه صافي ومن بعد غادي نضيف الحليب ونخلط المكونات ديالي كلها مزيان الحليب 800 ميلي لتر صافي ضفت الكمية كاملة دي الحليب بعد غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حسا نحصل على العاصير اللي بغيت العاصير رايجي شوية تقيل ما رايجيش خفيف بثيف الناس اللي كيبقوا العاصير يكون خفيف رايجي يزيدوا ويضافوا الحليب كمية اخرى دي الحليب باش يحصلوا على العاصير خفيف اكتر صافي كيف كتشوفو غادي نخلط المكونات ديالي مزيان على هات الشكل هذا ومن بعد غادي نحصل على العاصير رايع جدا عاصير لديد بثيف اللي ما تشبعوش منه انا مأكدة اللي اجربتو غادي يعجبكم بثيف كيجي رايع جدا انا كيعجبني بثيف دائما كنعملو في البيت ديالي صراحة المذاق دياله خيالي مذاق دياله راهيب جدا صافي اذا بغادي نخلطو من بعد غادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي دياله هذا هو الشكل النهائي دي العاصير ديالي ديال اليوم عاصير البنجر او الباربا كيجي رايع جدا كيف كتشوفو اللون دياله كيجي زبين بثيف كيف كتشوفو اللون دياله كيجي زبين بثيف كنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم خصوصا دبا في شهر رمضان يعني عاصير غايجي زبين بثيف خصوصا في وقت الصحور ومع الموز مكيجي بش العطج كيف كتشوفو والبنجر مفيد للصحة كنتمنى انه يعجبكم متنسوش اه تعملوا اشتراك للقناة ديالي وتبرتجيو مع الاصدقاء ديالكم شكرا شكرا شكرا